السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رح نأخذ اليوم بإذن الله عنوان فضل المؤمن القوي رح نأخذ له بعض أهداف الدرس من ضمنها نتعرف على المؤمن القوي أيضا الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف طيب عندنا تمهيد في البداية عندنا القوة خير من الضعف وجميع الناس يسعون لتحصيل القوة كلنا بحسب اهتماماته إذا كان المؤمن قويا في إيماني وعزيمته فما أثر ذلك في حياته وحياة أمته أيضا 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 إذا كان المؤمن ضعيما في إيماني وعزيمته فما أثر ذلك في حياته وحياة أمته أيضا أيهم أخير المؤمن القوي أم المؤمن الضعيف عند الله سبحانه وتعالى طيب طيب رح نتعرف على ذلك من خلال الحديث التالي له حديث أبو هرين رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحبه الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز من أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء أفعل لأن عندنا فإن لو تفتح ماذا تفتح عمل الشيطان إذا صاب الشخص المسلم أو المؤمن مصيبة ماذا يقول هيا عبد العزيز أحسنت يقول زي ما ذكرت له قدر الله وما شاء فعل لا يتطرق إلى أمور جانبية فيقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا وغير ذلك في هذا الأمر لابد أن يكون لنا بهذا الأمر قدر الله وما شاء فعل وهو الإيمان في قضاء الله وهو أحد أركان الإيمان الستة طيب راح نتطرق له نحلى معاني الحديث طيب عندنا معنا الأول المؤمن القوي خير وحب إلى الله من مؤمن الضعيف معناه أي المؤمن القوي في إيمانه وصبره وعزيمته وهو أحب لله من المؤمن الضعيف إن الله سبحانه وتعالى يحب ماذا اللي هو المؤمن القوي معنى في كل خير أي في كل من المؤمن القوي والضعيف خير اشتراكم في الإيمان كلهم الشركين في الإيمان وعمل الصالحات وإن كان المؤمن القوي في إيمانه أحسن إبادة وأكثر قربا من الله نعناها إن كل من المؤمن القوي وضعيف نمشتركين في الإيمان لكن يرجع لماذا على قوة الإيمان وعمل الصالحات طيب أحرص على ما ينفعك أي أي لا يكن عزمك قويا وصادقا في طلب ينفعك في الدنيا وفي الآخر ولا تتخاذل وتكسل بهذا الأمر أيضا واستعم بالله أي طلب الدعاء أو طلب الدلعون والمساعدة من الله سبحانه وتعالى ولا تعجز معناها لا تترك العمل بسبب الضعف أو الخوف أو الكسل لابد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى أي تطلب من الله سبحانه وتعالى الدعاء وإن أصابك شيئا فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا معناها إن أصابك مكروم من أمور الحياة أو لم تستطع الحصول على ما أردت فلا تقول لو أني فعلت لو أني أقدمت على هذا الفعل كان غير ما حصل بهذا الأمر وتركت ما فعلت لكان الواقع بخلاف ما هو عليه فالوجب علينا أن نقول ماذا قدر اللهم أشاء فعل طيب عندنا معنا فإن لو تفتح له عمل الشيطان معناها إذا كانت في التسخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر لأننا قدرنا قضاء بالقدر وهو أحد أركان الإيمان الستة الشيخص المؤمن لابد أن يؤمن بالإيمان الستة ومن ضمنها لهو الإيمان القضاء والقدر طيب عندنا مما يستفاد لهو من الحديث المؤمن يسعى لتقوية إيمانه واكتساب الصبر وقوة والعزيمة المؤمن القوي في إيمانه أحسن عبادتهم أكثر قربا من الله أيضا يستحب لمن لم يحصل على مرادع وأصاب ما يكره أن يقول ماذا من يذكر لي ذكرناه فيه حديث أبو هرير رضي الله عنه هيا عثمان أحسن تبارك الله فيك نفس ما قال زميلكم قدر الله ما شاء فعل أيضا كنا يكره أن يقول المؤمن عند المصيبة لو أني فعلته لكان ماذا هيا حسن فكرناه في الحديث حديث وهرير أحسنت كذا وكذا لأن لو تفتح عمل ماذا يا ياسر ها أحسن ها أحمد عندك إجابة أخرى أحسنت لأن قلنا لو تمتح له عمل الشيطان بارك الله فيك طيب عندنا أفكر أصبت بعض الوصفات المؤمن القوي في هذا الأمر مثل القوة الصبر العزيمة الاستعانة الدعاء طلب العون من الله سبحانه وتعالى عدم التخاذ والتكاسل الرضى بقضاء الله وعدم الاقتراض أو التسخط بهذا الأمر نرضى بما كتبه الله لنا عز وجل بهذا الأمر وأسعى لتقوية إيماني واكتساب الصبر والقوة العزيمة لأن هذه من صفات المؤمن القوي والمؤمن القوي وهو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف طيب نستفيد لهم درس اليوم المؤمن القوي أي المؤمن القوي في إيمانه واحد اثنين في صبر ثلاثة في عزيمته وغيرها وأحب يا الله ماذا من المؤمن الضعيف لابد أن نستعين بالله وعدم العجز من صفات المؤمن القوي نطلب الدعاء وفي هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى والعون من مستحب المؤمن عند المصيبة أن يقول ماذا ذكرنا في الحديث وذكره زملائكم أثناء المشاركة بهذا الأمر في الدرس وهي ماذا قدر الله وما شاء فعل طيب عندنا آخر شي واجب بإذن الله إنه التقويم سؤال رقم واحد فقط صفحة 40 أتمنى من جميع حل هذا الواجب أيضا سيتم رفع على موقع المدرسة أوراق العمل وبعض الواجبات التي يتم حلها ويتم بإذن الله رصد جميع الدرجات للطلاب الذين شاركوا في هذا الحل هذا وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وفضل التسليم